وسط مباحثات جرت بين رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارازاني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف عبرت جانبان خلال لقائهم عن عمق العلاقات التاريخية بين أربيل وطهران وتنميتها من كل الجوانب مؤكدين على ضرورة حل الخلافات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور العراقي وفي السياق ذاته كشف مصدر رئاسة الوزراء العراقية عن وصول بغداد وأربيل إلى تفاهمات وصفت بالكبيرة بشأن إعادة فتح مطارات الأقليم أمام الرحلات الدولية مصدر مقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي أكد لوسائل أعلام أن اللجنة العليا المشكلة لمتابعة ملف المطارات والجمارك والحدود بين بغداد وأربيل عقدت أكثر من لقاء وتم التوصل لتفاهمات جديدة وأوضح المصدر أن الكرد موافقون على حد كبير على كثير من بنود الاتفاق وفيما يخص اجتماع برزاني مع العبادي أفاد برزاني أن المحادثات كانت جيدة مضيفا أنه سيكون هناك لقاءات دورية لحل الخلافات وهناك باب مفتوح للحوار والعمل لحل بعض الملفات من الناحية الفنية قبل الانتخابات المقبلة المقررة في الثاني عشر من أيار مايو المقبل كمشكلة رواتب موظفي الأقليم ومطاراته ودع برزاني إلى حل الأزمة في إطار الدستور حيث قال لا نرى أن الخلافات القائمة يجب أن تستمر طويلا ومن الخطأ استخدام الأزمة كورقة ضغط مشيرا إلى أن رئيس الوفد الأمريكي للمؤتمر جو بايدن تعهد في اجتماعه معه بالسعي إلى طرح ملف خلافات أربيل مع بغداد على الحزب الديمقراطي الأمريكي بحكم نفوذه في هذا الحزب وذلك للمساعدة في إنهاء الأزمة ترجمة نانسي قنقر